موسيقى الهدوح استقبل التيفي سوف يدعون كما أن يكون أستادا يكون لديه استعمال إيجابي وساكل لا يتأكد أن لا تتخافل كما أنهم سوف يدعون سوف يكملون مشترك من الدوار والبد أو خلال تساعدون كما أنهم يتبعون الخوف يكون التواصل يعني التواصل مع أمك إذا كنت تتقي فيها وما دا بينا تكون التواصل مع الوالدين بجوز يعني بش يسهلوا عليك لأنه لما تلتش مع الوالدين في إطار امتلاق الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضداء النساء وخصوصا العنف الراحة ارتعينا أن نقوم بعدة حمالات وذلك لتحسيس الناشئة بمساوي العنف الرقمي وما يجب أن يتخذ عند وقوع إحدى الحوادث ومن هنا ارتعينا أننا نلتقي ببعض الشبان وبعض الفاعلين في هذا المركز هي ندوة لتحسيس خصوصا الأطفال والتلاميذ بالعنف الرقمي ومساوئه وكذلك نقل ما يعاني منه بعد تلاميذ من تبعيات العنف الرقمي وتعريفهم بالقانون وما وصلت إليه القوانين لمحاربة هذا النوع من العنف الحملة تكون سنويات الهدف دياله هو كل سنة كي أعطوا حد الموضوع عمريا الهدف دياله هو أن يكونوا حد تحسيس سواء داخل دور الشباب أو داخل مراكز أو داخل المناظر الإعلامية الهدف دياله هو أننا نحاولون نديروا ما ما نقولوش القضاء يعني كنقولوحنا تقليس من العنف يعني الموجهة بخميسة كي ما كان عفوك أن المنساء وما أركزة الأساسية داخل الشمع واحد العمود فقاري اللي هو وبتاري يعني الوزارة واخد الوزارة واخد الموضوع واحد جدية كبيرة وكتحاول يعني بما أمكان أنها يعني بدخل فضل موضوع عذاب طابية تحل بشاركة محش مهيات ويعني تقريبا دبا الوزارة كتحاول أن ندير إحداد الفضاءات متعدة بوضائف من المنساء لذا بدلوا أنه تكون تقريبا خدمات للساكينة ومواطنين يعني جميل أقاليم وجميل عملاء الدنون لك وما بين هاتفضاءات هادة الحمد لله كنت أتوفر لنا هاتفضاء هذا اللي السنة التانية اللي هو هاتفضاء شرب بنعبي اللي في حد وطاني اللي بنساء المريض اللي بنشكوري مزاف على يعني أنهم البعو الدعوة والبعو أنهم يعني كجمعية متمكنة وجمعية عند فرع وطانية وجمعية عنده حد السيد كبير يعني إحنا كي حسن لنا شارة في القطاع الوزارة تضعوها وتعو مطاعي يعني يتكون هات نوحة جمعية في المستوى يعني إحنا بي كان يعني محمد شنكي وني هو دي الواجهة رأي يقول هذا من فن تواصل مع الوزارة عشان يقول لهم هات نوحة جمعية للي رأي اسم دياله يعني اسم دياله شبهات الله معروف خاصة في مناهضة العمد للنساء لمن ناحية تكفل لمن ناحية المتابعة لمن ناحية المواكب النفسية لمن ناحية التعام الشيماعي لأنك توفر لأخل السائيين طبية لحد متمكنين لمن ناحية التعامل المواكبة سواء في المركز الناحة في البنعبيد أو في المركز الانفا من ناحية التعامل هذا العنف يقترجي من الزوج من الأخ من الأب من صديق من صديق من صديقة يعني لما نقول العنف ما يتي العنف من راجل المرأة يقدر يكون تم من مرأة المرأة وكذلك تتعامل وكذلك تتعامل في راسك نفسياً في طريقة غير مباشرة تتعامل فيه نفسياً والحمد لله للك الوسائل للإعلام الموجودين وكيناً مرصالح المختصة الدرق الملاكي وكيناً الأمن مراكز الاستماع وكيناً الونيفام وكان منصة كلنا معاك الحمد لله كل وسائل متوفرة لا للعنف لا تسكتوش على العنف لأن السكت على العنف عنف السلام عليكم في إطار الحملة التي تنظمها وزارة التضامن والأسرة حول العنف في هذه السنة تم اتخاذ موضوع مخاطر العنف الرقمي خصوصا ضد النساء والفتيات تنهد اليوم فهو من أجل التحسيس من أجل ذكر مخاطر العنف الرقمي التي تعرض له جميع فئات المجتمع ولسيما للنساء والفتيات يعني هنا أكثر تعرضا لهذا النوع من العنف وبالتالي هذا العنف له أضرار نفسية بالخصوص التي تبقى أو تطول في الزمان وفي المكان يعني ليست كباقي الأنواع الأخرى للعنف حل العنف الجسادي ولا العنف الاقتصادي فهو يعني يتوقف في مكان ما وفي زمان ما أما بالنسبة للعنف الرقمي فهو يبقى يعني ممتد ومستمر نظرا لتطورات العلمية والتكنولوجيا التي يعرفها هذا المجال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة